لعبة النادي الاهلي لما بنتكلم بالامس ده ده الفوز العاشر على التوالي لعب النادي الاهلي بتتكلم في 21 مباراة النادي الاهلي بيحصد 51 نقطة عندنا المباراة الجاية يوم الخميس القادم مع الدخلية وشفنا المباراة الدخلية اللي فاتت اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2 واحد كانت المباراة عاملة ازاي مفيش مباراة سهلة مفيش مباراة سهلة في بطولة الدور الممتاز كل المباريات صعبة كل المباريات مباريات كؤوس المباريات اللي جاية فيه فرق هتلاقوها بتنافس او بتصرع على الهبوط الدخلية واحدة منهم فمش هتلاقي المباريات الدخلية مع النادي لها المباريات سهلة علشان كده لعبت النادي الاهلي لازم يكون فيه تركيز جدا لازم فيه حرص لازم فيه من اول دياء في المباراة انا عايز احسم المباراة زي مباراة طلاع الجيش حتى لو النتيجة اتأخرت بلعب الاخر ثانية كل اللعيبة مركزة الجهاز الفني محتاج كل اللعيبة بمعنى مفيش لعيب هيقدر يستحمل كم وعدد وضغط المباريات المقبلة بنشوف الروتيشن اللي بيعمله بيعمله مرس الكولر محمد عبد المنعم بريحه ادخل ياسر ابراهيم مع رامي ربيعة عمري السلاي بيدخل المباراة دي يريح امام عشور بيدخل اكرم توفيق ماروان عطية بنشوف اليو ديانج بينزل ينشط الدماء بنشوف حسين الشحات محمد عبدالقادر بيتناوبه في الحتة ناحية الشمال بيرسيته لما بيرجع وسام ابو علي مع محمود كهرباء المهم وبقول رسالتي لمحمود كهرباء انت واحد من اللعيبة المهمة داخل الفريق لكن دايما كلام الجهاز الفني والمدير الفني على رأسنا من فوق وبنحترم اي كلام واي قرارات مدير الفني علشان كده اللعيبة الفترة اللي جاية فترة مهمة والغريب اللي تشوفه كمان في جدول الدور الممتاز ما بيحصلش يعني مع اي فريق في العالم كم ضغط وكم المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي كل تمانية واربعين ساعة مباراة بيشوفوا فين الكلام ده تخال بطولة الدور الممتاز اللي هي اربعة وثلاثين مباراة اخر شهرين ونص تلعب فيهم اربعة وعشرين مباراة كم كبير جدا من المباريات تا لو بتتكلم على تلات اربع مباريات كل تمانية واربعين ساعة هقولك اوكي ماشي لكن بتكلم في ستاشر مباراة مضغوطين جدا كل تمانية واربعين ساعة يعني ده ظلم ظلم كمان للعيبة هي اللي رفع اسم كرة المصرية خلال اخر خمس سنين لما بتشوف اخفقات الكرة المصرية والاندية المصرية والمنتخبات المصرية تبدور على الشعاع المضيء النقطة الايجابية في الكرة المصرية هتطلع النادي الاهلي ده مش كلامي ده بالنتائج وبالارقام وبكاس العالم الاندية وبالبطولات الافريقية لما بتاخد بطولتين واربعين وبتتظلم في بطولة وتروح كمان لبطولتين بتكسبهم ولو كانت البطولة اللي في النص دي اللي انت يعني اتظلمت فيها كان زمانك محقق ارقام كمان يعني يعجز اي فريق في كرة افريقيا وبفعل انت محقق يعجز اي فريق انه يوصل لها علشان كده الجدول المحطوط للنادي الاهلي جدول فيه ظلم انت النهاردة لما هتقابل بيرامدز اللي بيداعي المظلومية في الكرة المصرية ولسه هاجي لبيانات بيرامدز وهنفند النقاط المهمة فيها وهنشوف هل ليهم حق ولا ملهمش حق في الكلام اللي بيقولوه انت النهاردة لما هتلاعب بيرامدز يوم 12 هل النهاردة عدد المباريات اللي عبها بيرامدز قد عدد المباريات اللي عبها للنادي الاهلي لا هتلاقي النادي الاهلي لعب مباريات اكتر النادي الاهلي اتضغط في مباريات اكتر من بعد التوقف الدولي في 12 ستة عدد المباريات اللي عبها النادي الاهلي بالنسبة لبيرامدز اللي بيتكلم على المنافسة لا اكتر طبعا والنادي الاهلي الناس ملتزمة الصمت الاهلي لعب 8 مباريات وبرامز لعب 5 مباريات فين العدالة اللي كل يوم برامز بيطلع ويتكلم يقولك العدالة التحكيم الاستثمار وكل الكلام ده والنادي الاهلي الناس ملتزمة الناس مركزة الناس يعني مش بصة غير على نفسها علشان كده النادي الاهلي ناجح